إبوان شيخنا إبوان أبو نجيب اللي ها حسنا الله شيخنا وجعل الله في عناياته بإذن الله تعالى ثم منه وانتقل إلى شيخنا المحاذر مباشرة فضيلة المحترم الذي جاء من قلده الزمان جاء من سلطانة الزمان عبد الله شيخنا وقدر الله هذه الصيرة وقدر الله هذا السيد العظيم في سبيل نشر دعوة الإسلامية بميزان حسناته وفي السلالاته يوم القيامة هو الصفصية الجميلة المتبتلة في صفصية شيخنا إبواني الصعدي الصعدي حفظ الله كله أمين ثم إلى شيخنا الجليل المعروف يدى اليمنى لشيخنا الماضي شيخنا المحترم سلطانة الزماني حفظ الله تعالى يعتبر هذه الجلسة أو الجلسة كما يخص يعتبر هذه جلسة مصدرة من جلسات معطمرنا العظيم فالجلسات الكبيرة والصورة فتقوا كان بإذن الله تعالى التي مستجموا فيه كبار العلماء والمفكرين من الآلة الكلي فالآن نبدأ بإذن الله تعالى فيما تنصره من القرآن فمنادي الشيء الذي سيتولى بهذه المهمة وهو الشيء الفاضي سليم يونس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليكم آياته يتلو عليهم آياته ويغكيهم ويحلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبير وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فهل الله يؤتيه من يشاء وَاللَّهُ ظُلْفَدْهِ الْعَقِيمِ فَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ التدوير أهو بردابينك في هدى القرآن وفي حصولنا بعد حول الزمان فشورا جزيلا من القرآن الحكيم حفظ الله تعالى نعم بعد الاستماع الى هذا الى هذه التلاوة العزرة نتفكر فورا الى الخطوة التالية التي هي الاستماع الى كلمة فضيلته وإرشاداته ودوجهاته للعالم كله في إن شاء الله يعني في دماء من الدخائب إن شاء الله تعالى سيطولنا آله الْعَظِي الْعِمَّةِ بِنَصِهِ فَيَتَفَقْلْ فَدِدَاتِهُ مَشْكُورًا مِنَّا وَمَهَدُّوا رَحِنَ اللَّهُ شَكْنِي كُهْنَا وَمَهَدُوا رَحِنَا وَلَحَمْدُوا رَحِنَا وَالْفَرْلِهُ لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحاده وجميعه من هو إله. وأشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهر أن محمداً قبل الله ورسوله. أخوة الإيمان ونر الكرام. أيها على حكمة جميعاً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقلها الحديث. أليه محمد رسول الله وشهر الأمور والكثاتها. فإن كل مهدفة بداعاً. فقلها بداعاً. فقلها دولالة. فقلها دولالة فيناه. أصولكم من نفسي وليافة عن مجمعي دار النعيم من علوم الشرعية بلجيريا. بلرسة وشماعة ومسجدة وقافة الجوانب التي تنتمي إليها أو ينتمي إليها مجمع دار النعيم. نراكم بفضيلة الشيخ الأستاذ النبي أستاذنا الكريم الشيخ إبراهيم السعيد من سلطنة أرمان. أراتبه إلى البقعة المباركة بقعة دار النعيم. طبعاً طبعاً. الشيخ جاء للمشاركة في أشغال مؤتمر مجمع دار النعيم. الذي يبدو غداً. نشاطاته العالمية يبدو غداً. لكن فرصة طيبة كان فرصة طيبة لنا أن يكون الشيخ معنا خلال هذه الأيام قبل بداية أشغال المغتمة. لذلك انتهزنا هذه الفرصة الدهدية من نستفيد من جزارة عبه ليقدم لنا محاضرة قيمة بعنوان التسارح. إذ التسارح غلق إسلامي يجب أن يتحلى به كل مسلم غيور منه. أشكره على قدومه وعلى تحمله وعلى قدره الفيافي من سلطنة أرمان إلى دولة العجيبية. واصل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه على هذا السفر وعلى هذا العمل الإسلامي القير خير ولا شك أن الشيخنا الإبراهيم السعدي من آل السنة والجماعة في دولة في سلطنة قمان. لذلك كان الترافط الأخوي شيقاً بيننا وبينه. مرة التالية نرحبكم فضيلة شيخنا إلى دار النعيم ترحيباً يريق بمقابكم وتكذيراً لقدركم. ولتعلموا أنكم نزلتم في دار النعيم ليس ضيفاً وإنما نزلتم أهلاً وأنتم بين إخوانكم وأنتم بين أشيراتكم. لتشعروا أننا جزء منكم وأنتم جزء مننا. ولتعلموا أن الذي رفطت بيننا وبينكم هي حبل الله المتين. وهي الأخوة الإسلامية الصادقة. الأخوة الإسلامية الصادقة التي رفطت بين آل المتكة وآل المدينة. التي رفطت بين الأسود والأبيض. التي رفطت بين آل الهبشة وآل مكة. اتشعروا تماماً أنكم بين إخوانكم وبين أهليكم بل أنتم أهل ليس ضيفاً. وفي هذا الوقت المبارك أشكر جميع الدديد الساهم في نقابة هذا المتبر. كما أشكر الهضور الكرام. كما أشكر الضيوفة الكرام الذين نزلوا في الفندق حالياً. أبشركم بأن عدد الذين نزلوا في الفندق حالياً. قليل يكون أشكر. ومن دول الشرطة. من أمريكا. ومن السعودية. ومن سائل العائف. حتى ومن دولة كوبو. ومن دولة كوبو. ومن دولة كوبو. واناس يخبر أخرى في ذكره حالياً. وأخيراً دون الأخير أخيراً دون الآخر أشكر الشيخ وأركبه وعضو لو الآدم مكرفون ليواصل محادرته بقلواني التسامح فجزا الله قيراً أشكر الحضور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقلواني التسامح وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأحيي حقيقة وقدم شكر القزين للاستاذ الدكتور وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأحيي حقيقة وقدم شكر القزين للاستاذ الدكتور للاستاذ الدكتور عمران يعني المشرف العام والمدير العام لدار النعيم مجمع دار النعيم للعلوم الشرعية وحقيقة يعني الإنسان دائماً يحاول أن يغترف من علوم الآخرين وأنا لست بمثل ما قال الدكتور عمران بهذا المستوى ولكن أعتبر نفسي طالباً من طلاب العلم أعتبر نفسي طالباً من طلاب العلم وسبحان الله نسأل الله تعالى يتوفقنا في إلقاء هذه المحاضرة كننا يعني سبحانه نسعى إلى عملية الاستقرار عملية تعايش السلمي بين شعوب الأرض قاطبة سواء كان من المشرقي إلى المغرب من القنوب إلى الشمال فنسأل الله التوفيق والسداد من ذلك يعني بالنسبة لموضوع التسامح ربما يكون موضوعاً تآلفت عليه بعض المجتمعات وبما أننا نحن الحمد لله في دائرة الإسلام دائرة الإسلام الأخوة الإسلامية وكذلك في الأخوة الإنسانية كلنا الله سبحانه وتعالى قال يَا أَيُّهَا النَّاسُ بِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلٍ لِتَعَارَفُوا إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ فهنا يعني الهدف من خلق الناس هو التعارف التعارف والتآلف هذا ما خلق عليه الإنسان وبعد ذلك طبعاً تطور الأمور سواء كان يعني من عصول ما قبل التاريخ أو بعد التاريخ والرسالات السماوية التي قائد من الله سبحانه وتعالى في هذا والتسامح يعني منهج التسامح بمعنى أنه القدرة على قدرة على إدارة الإختلاف إدارة الإختلاف أي يكون سواء كان الفرد أو المجتمع أو الدولة تستطيع أن تدير الخلافات المشكلة والآراء الأفكار والآراء المختلفة بين الناس فكل ذلك يعني يؤدي على عملية التسامح عملية التفاهم من خلال القدرة الحقيقية على إدارة منهج الاختلاف الاختلاف البشر الاختلاف البشر هذا الاختلاف طبعاً يكون شاملاً ولا يحدد بمنهج معين سواء كان اختلاف في المجال السياسي في المجال الاختصادي في المجال الاجتماعي كذلك في المجالات مجالات الأديان سواء كانت الدين الإسلامي أو بقيتها من الأديان سواء كانت الأديان أرضية أو سماوية فالمهم يعني كيف ندير هذا الخلاف وكيف ندير على هذه الآراء والأفكار التي ربما تتقدد من قيل للأقيل من قيل للأقيل فبخلاف ذلك عدم الاستطاعة أو عدم استطاعة الفرق أن يدير هذا الخلاف يعني يكون التطرف ويكون منهج العنف حاضرة لأن دائما هناك منهج التسامح وغير التسامح فهكذا تأمن أهمية منهج التسامح في الحفاظ على الكائن البشر عملية الترابط والتآذر وكل شيء فعندما يكون منهج التسامح حاضرا تكون أهمية لبقاء العنصر البشر نحن رأينا سواء كان قرأنا من الماضي أو الحاضر يعني كيف تدمرت الشعوب تدمرت البنيان كل راجع ما راجع ذلك على عدم وجود منهج التسامح وربما القارة الأفريقية أو قارة آسيا وغيرها من القارات شهدت حروب طاحنة وأحداثا يعني مستمرة سواء كانت سابقا أو العصر الحديث على سبيل المثال للحصر يعني ما حجف في راوندا المشكلات التي حجفت بين التوتسي والهوتسو يعني كثير يعني قتلوا وتدمرت البلاد إلى ما آلت إليه الأمور وبعد ذلك يعني شبه تحقق عامل استقرار والتوازن كنا الآن ننتقل إلى النقطة الأخرى حول ما هو الأثر من هذا منهج التسامح الأثر الحقيقي من أثر التسامح وأنه عندما يكون منهج التسامح حاضرا في الدولة أو في المجتمع تكون هناك عوامل كثيرة عوامل كثيرة تسهل عملية نهوض الدولة نهوض الأفراد نهوض المجتمع يعني تكون طريقة التعليم سهلة تكون طريقة تنفيذ المشاريع أسهل في الدولة هنا يحس يعني المجتمع أو الأفراد عامل أطمئنان عامل تعايش عامل تآذر وترابط هذه الآثار الفعلية لمنهج التسامح يكون أثرها محسوسا على الدولة ونحن عقصة كثير نرى أن بعض من الدول شرعة قوانين وتشريعات اللهم ربما تكون قد مكتوبة يعني في جساتير وفي أطر ولكن البعض منها فقط مسطر على سطور ولكن يفتقد إلى المنهج التطبيقي لهذه الأفكار ولهذه الأسس التي تم تأطيرها سواء كان على مستوى الدولة أو على مستوى الأفراد ولو رقعنا في الماضي كانت بعض من القبائل لها أعراف ولا أعادات وتقاليد فكانت متماسكة كانت مترابطة طبعا كل الدول العالم لا يحصل دولة عن دولة أخرى فبعد أن جاء الإسلام حاول أن يصهر كل هذه الخلافات والنزاعات والشطاقات كلها في بوتقة الأخوة بوتقة الأخوة الإنسانية وإن لم تكن في بوتقة الأخوة الإنسانية حاصرت في الأخوة الإنسانية طبعا بدعم المكة المكرمة كذلك المدينة المنورة وكما أشار فضيل الدكتوري علي الحبشة بعد ذلك التطور الذي حجب هذا بالنسبة لمنهج الإسلامي والرسالة المحمدية التي قاءت رحمة للعالمين تهجب لعملية التأسير وليس التأسير التقارب والتآلف وتبتعد عن الخصام والشقاء والفراق لكافة المجتمعات هكذا وبالنسبة ننتقل من هذا السرد عن منهج السامة لنتقل إلى تطبيق العملي في بعض من الدول في بعض من الدول ولا يعني أن نتحدث عن هذه الدول أن تلك الدول يعني امتازت بالدول الفاضلة يعني لا توجد بها أخطاء أو لا توجد بها سلبيات لا فقط ولكن أدى هذا المنهج إلى عملية ازدهار حضاري والتطور الصناعي والتطور البشري فلو أخذنا على سبيل مثال قرى الشرق آسيا يعني أنظر الصين الصين كانت حضارة ما قبل التاريخ الصين كانت حضارة ما قبل التاريخ ولها سامات كثير متعددة وبقانب ذلك نأتي إلى مصر جولة مصر شقيقة كذلك حضارتها ما قبل التاريخ وهي كانت سابقاً امتداداً للسودان والكل يعرف طبعاً العصر التي عاشها في الفراعنة وما قدموه للبشرية سواء كانت أشياء إيقابية بغض النظر عن الأشياء السلبية وبعد ذلك نأتي إلى وسط عمان عمان سابقاً كانت حضارة ما قبل التاريخ وبعد ذلك ازدهرت عند دخولها من الإسلام فكانت عملية الترابط تواجدت بين شرق جنوب جزيرة العربية وكذلك القارة الأفريقية فبالنسبة للصين يعني كانت فترة ضعف وفترة حوان إلى أن قاءت حرب العالمية الثانية وبعد ذلك انتقلت حقيقة يعني إلى مستوان راقي سواء القانب الصناعي القانب الاقتصادي القانب التقاري فالآن يعني التقارة أو العوامل التي أدت إلى الجارسين كل من خلال تفكير العامل البشري واستطاعت أن تنهر كذلك اليابان يعني بعد الحرب العالمية الثانية قبل الحرب يعني كانت سياسة عدائية سياسة يعني تحاول أن تحتل الدول وتعمل مشاكل حتى في عام 1902 كانت اليابان هي التي احتلت الصين اليابان هي التي احتلت الصين ولكن بعد عملية التدمير في الحرب العالمية الثانية استيقظ أهل اليابان يعني فحاولوا تغيير السياسة العدائية إلى سياسة سلمية من سياسة العداء إلى سياسة السلم فالآن الكل ربما قرأ عن اليابان كيف تحاكرت حملية ازدهار التطور وإنما رغم أن اليابان كانت في يوم الأيام يعني تلميذة لمصر اخترفت من مصر وهذه مصر يعني كانت في تلك الفترة يعني ما قبل الخمسينيات قبل الانقلاب على الملكية يعني كانت مصر دولة حضارة متقدمة حضارة لها إسهامات يعني كانت تضاهي الدول الأوروبية يعني لا يريد أن نتوسها على الدول العثمانية ولكن كونها بالجانب الأفريقي ولكن يعني كان يحسب لها ألف حساب مصر يعني ليه تقدم اقتصادي ليه تقدم علمي كذلك من أرقى الدساتير التي عملت في مصر كان يشاربه البنانوى يعتبر دشتور ألف وتسعمل ثلاثة عشرين من أرقى الدساتير التي عملت في مصر فكانت مصر يعني تضاهي الاقتصاد بورصات الدول الأوروبية أين كانت مصر سابقاً ولو أتينا بعد الـ 52 بعد الانقلاب طبعاً المغايرة أصبحت المعادلة أصبحت مغايرة عن ما كان عليه سابقاً ننتقل من ذلك إلى جمهورية اندونيسيا جمهورية اندونيسيا حقيقة يعني القالية العربية والقاليات وصلت إليها في وقت مبكر قبل الإسلام قبل الإسلام وصلت وياكن بعد ذلك ازدادت رسوخاً وثباتاً يعني المجتمع عندما دخلها الإسلام ودخلها طبعاً في عهد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من خلال التجارة لأنه كذلك لم يدخل الإسلام يدخل في اندونيسيا عن طريق حرب ودخل عن طريق الدعوة وتبادل التجارة فاستحسن الكثير من أهل اندونيسيا هذه السياسة وكان السياسة مفتحة سياسة تسامع سياسة تآذر رغم أن اندونيسيا يعني تضم أكثر من سبعة عشر ألف قزيرة سبعة عشر ألف قزيرة ثلاثة عشر ألف قزيرة هي المأهولة بالسكان هي المأهولة بالسكان وسكانها يتقاوز تقريبا مئتين وسبعين أو سبعين مليون مئتين وسبعين مليون نسمة وهذا طبعا أظن إلي تقريبا مئتين وعشرين أو مئتين خمسة عشر مئتين وخمسة عشر نسمة فاندونيسيا رغم هذا العدل السكاني يعني حاولت أن تتأقلم وتتقارى مع الأحداث فأخذت طريق التسامح لأن فيها كثير يعني فيها أقرابة ألف لغة يتحدث سبعمية عرض يعني فكل هذا يعني التكوين البشري والتكوين اللغة يحتاج إلى منهج تسامح إلى منهج تعايش فعملت الحكومة يعني بالفعل يعني مبادرات أفراج في المجتمع الأندونيسي فحاولوا كيف يحتووا هذا المجتمع سواء كان القائل الإسلامية وغيرها من بقية الأديان في أندونيسيا فحاولت أن تتكيف وتنظر ما هي الطريقة الأسلم فبالفعل يعني كون هناك قمعيات أهلية ولها دور وكانت الحكومة لا تدخل بشؤونهم فقط لا تدخل بشؤون هذه القمعيات بل فقط من القانب التنظيم من القانب التنظيمي فكل هذا يعني أصبح التعايش والتآذر بينهم قائمة ومثل ما قلنا يعني لا يمكن أن تمتاز أي دولة بالمدينة الفاضلة توجد بعض المشاكل ولكن باستطاعة المصلحين السيطرة عليها يعني من قمنا هذه القمعيات تقريباً قمعيات علماء اندونيسيا تضم حوالي ثمانين مليون فرد ثمانين مليون فرد فهذا يتوزع يعني على كافة الجزر لهم أدوار مختلفة مسرمات مختلفة هذا بالنسبة للرجال أما عن النساء يعني من المؤتمرات بهذا أو المجتمع المدين قرابة أربعين مليون امرأة أربعين مليون امرأة وهي تقاد هذه النسبة لو جمعيات الثمانين والأربعين قرابة المئة والعشرين يعني فتزيد بعض من الدول لا يصل سكانا على هذا يعني فكل هذا يعني الكائن البشري أو حاول أن يوجد آلة وصيغية لعملية التفاهم والتسامة بين إقماء بين ابناء الملكمات يعني اندونيسيا بالفعل شهدت بعض من الأحداث ولكن أقد تكون لا تذكر لا تكون لا تذكر هذا بالنسبة لبعض الدول ولو عربنا حقيقة قليلا يعني عن منهج العماني والتشريعات التي عملت يعني نجد أنها حاولت بكل الطرف أن تتعايش وأن تتآذر وأن تتكيف مع المجتمع الداخلي وكذلك المجتمع الخارجي لذلك القاري أو المتتبع لسلطنة عماني يجد أن عامل الإرهاب أو عامل التطرف تكاد تكون تصل بالنسبة صفر يعني عامل الإرهاب والتطرف لا تكاد تذكر في عماني يعني كل ذلك بسبب الانفتاح بسبب الأخذ من الآراء وأفكار الآخرين سواء كان خطوط المسلمين هذا ما بأولى أن يؤخذوا من الكل يعني يؤخذ من كافة المذاهب ومن كافة الأفكار التي في النهاية لبعض الأفكار تعتبر إنسانية ولا يمكن أن تحقب رأي الشخص أو غيره فما بالك نحن في دائرة الإسلام لا شك أن الكل يأخذ من أخي المسلم سواء كان علماء المذاهب وعلمة المذاهب والعلماء لا يوجد في عماني الاقتصار على منهم واحد بل يأخذ من الكل وبعد ذلك تكيف هذه ويأخذ ما هو أصلح للمجتمع وكذلك بث هذا للآخر لذلك يعني نحن الله سبحانه وتعالى أن كان هذا المنهج سائداً ومترسخاً فحتى قبل الموت قرارة سلطان قابوس حاول أن يترك له أثراً يذكره الأجياد وهذا موضوع المؤتلف الإنساني موضوع المؤتلف الإنساني طبعاً هذا دشنا في جمهورية اندونيسيا يعني عام 2019 مؤتلف الإنساني يحمل دائماً رسالة العدالة رسالة المساواة رسالة أن تكون هذه تعم البشرية عدم التدخل في الخطوصيات وغيرها من الأسس التي تساعد بطريقة أو بأخرى على عملية تثبيت أركان التسامع تثبيت أركان التآخي تثبيت أركان التآذر بين كافة المجتمعات لا يختص المسلمين بل كل البشرية لأن هذا الإعلان جاء عاماً وهناك عوامل طبعاً مشتركة في الفطرة البشرية الكل يحب العدل ويكره الظلم الكل يحب العدل ويكره الظلم كذلك التدخل في الخطوصيات ليس الكل على وفاق بل هناك حدود يجب أن تراعى لكل شيء سواء كان خصوصية مجتمعات خصوصية الجول خصوصية الأفراد وربما أظن لا أحد يختلف على هذا المنهج أو ماذا تقول يا شيخ؟ أقول ماذا تقول حول الخصوصيات الزردية البعض يعني كل مجتمع له خصوصيات أكيد كل مجتمع له خصوصيات ولا يمكن أن تتلقم بالعداد والتقاليد قد تكون مشتركة بين مجتمعاً وآخر لكنها تختلف على سبيل المثال هنا دول أوروبية قبل الحضارة يعني الكثير كان من المجتمعات الأوروبية لديه الوقار لديه الحشمة لديه الكرامة وحتى كانت بعضهم يعني مستقين بالأداب والأخلاق وكل شيء ولكن بعد دخول الحضارة يعني الكثير بدأ يتغير رويداً 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 إلى وضعنا الحال يعني اختلفت المعادلة في النهاية نحاول أن نسطر يعني ما هي الأسباب التي تؤدي أو تؤدي إلى عدم وجود التسامح أو عدم وجود التآلف بين مجتمعات هناك حقيقة كثير كثير من الأسباب طبعاً نحن قد تأخرنا بعض من ناحية العدل وكذلك المساواة نجد هذا لا يتوافق مع بعض الدول يعني صحيح مثل ما قلنا أن التشريعات والقوانين موجودة لكن القليل من الدول من يطبق هذا على سبيل المثال الآن يعني بالنسبة للمرأة يعني المرأة حالها بحال الرجل لها حقوق وعليها واجبات وكل شيء فيجب أن لا نقصي المرأة عن الحضور في كافة الجوانب يعني خصوصاً ربما تشارك في الجوانب الشرعية تشارك في الجوانب الاقتصادية وغيرها ربما تكون بعض النساء يعني تفوق العقل والتفكير عن الرجال وهكذا يعني إشراك الجوانبين الرجل والمرأة فيما هو صراح ومنهج رشد للدولة التي بها هذه الأقناس الآثار السلبية والعكسية لعدم وجود منهج التسامح والتآلف سيكون يعني وخيماً وهناك حقيقة لا نريد أن نتعرض الكثير من الدول عندما كانت متسامحة ومتآلفة كان حالها أفضل عن الدول التي شهدت صراعات مختلفة شهدت صراعات مختلفة ففي حالة عدم وجود منهج التسامح والتفاهم سيكون يعني أول حاجة التأخر في مجال العلوم التعليم أو في التعليم والأمية ستكون حاضرة بدل من يكون العلم سيكون القهل حاضراً كذلك الصراعات الصراعات الحروب هي تولد طبعاً من عدة عوامل ومن ضمنها يعني تدخل الدول في شؤون الدول الأخرى فعندما يتعامل بعض أفراد المجتمع من دولة ما ويتعامل مع دولة أخرى تلك الدولة لا شك أنها تريد أن تحقق مصالحها الذاتية تحقق مصالحها الذاتية وكثير يعني على سبيل المثال الآن مثل القارة الأفريقية ربما تمتلك ثلاثة أرباع الثروات العالمية ثلاثة أرباع الثروات العالم موجودة في القارة الأفريقية ولكن بعض الدول لم تستحسن استغلال هذه الثروات بل تعاملت مع الآخر ويعني نرى الصراعات والشقاطات والنزاعات سواء من الدول الإسلامية وغيرها من الدول وغير الإسلامية وطبعاً الكل يعرف طبعاً في القارة الأفريقية وأدرى بالأحوال والأوضاع التي تنتاج بها القارة الأفريقية وفي النهاية حقيقة لا نقول إلا أن الله سبحانه وتعالى يفرق كل هذه الغمم ويبدلها بمنهج التعايش والسلام والاستقرار وحقيقة بعض النصائح ندعو الأخوة إلى الكثير يعني الرجوع إلى المراقع أو الرجوع طبعاً أصبح الآن بعض القنوات الفضائية وعموم الإعلام سواء كان المقروح أو المسموع أو المطبوع البعض منهم بالفعل يعني يأتي بأشياء إيقابية وهمه يعني دائماً توعية سواء توعية على الصعيد الدولي أو على الصعيد الداخلي الداخلي فهكذا نساء الله لكم التوفير والسجاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم عشيخ شكراً لكم عشيخ شكراً جزيلاً مختصراً مفيداً مختصراً ممتزاً من الصالة القماش من الصالة القماش بالميز وبعض فردنا في المخاضرات المقليمة التي استفاد منها الجميع ونتقل فوراً إلى الخطوة السياسة الثالية أو الاسم تالي آل التي هي التي تتعليقين عن المداخلات 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 بيه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بهذه المناسبة أشكر فضيلة الشيخ إبراهيم الصعدي على إلقائه المحاضرة القيمة والتي استفدنا نام جميعاً منها فجزاء الله كل خير والمحاضرة شملت كل شيء من شرك الأرض إلى غربها والمحاضرة شملت جميع الناس وجميع النواهي عربهم وعجمهم شكراً الله فضيلة الدكتور إبراهيم الصعدي خير الجزاء على هذه الإلقاء على هذا الإلقاء وهذه المحاضرة القيمة لكنني أستسمعكم ما دام أننا في موضوع في موضوع التصامح لأستسمعكم لأن أنقل بلغتي إلى لغة المحلية اليوربا من أجل الذين يشاهدوننا أمبر فأكثرهم ألا في سبق كثر وقد يكون أكثرهم لا يتفاهمون من أجل هذه الإلقاء ومن بابي أولا أن ننتقل إلى لغتنا الوم ليستفيد الجميع من هذه المحاضرة القيمة أستسمعكم وهذا المعرفة لغة المحلة للمنزل أتفضل أيضًا ليستفيد الجميع أيضًا أستمر إلى الضارة أستمر إلى الضارة إلى الضارة إلى الضارة إلى الضارة المترجم للقناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي 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 قنقر المترجم للترجم للغاية انتظر بقيت وخصوكي وخصوكي فقالت افسد انتظر 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 التي بالحق دمتين السراء لكن تتغطين عندما يصلك هل يمكننا أن نسالك النساء نسالك النساء النساء نسالك anan j s ح 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 ها لكن يقدمون ذلك يقولوناذ فهدامة لا يقوم بها لا يقوم بها ولكن ما عليك ذلك إنه يغتبون إذا فعلنا بالتأمر يحبون وقام بالتأمر فأم يحبون ذلك ماذا يجب أن تسالها ترجمة نفسك أكبر ذلك سيكون المرحلة يجب أن يكون هناك يجب أن تفيد إذا نقوم بالسلم إبارة 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 إضافة فيه، أبو وخ 다음 يوم يوم يومه الfacedدياب نجه شيئاً تجيما كاملة رحل تخزين وحجورة بعد وحجورة بعد وحجورة بعد وحجورة�ية بعد وحجورة هم والحجورة تخزين وحجورة هذا رحلت على رحلتنا لسعلك لا يوجد تسالي لا يوجد تسالي أنه لا يوجد تسالي فى حك لي على العلمان أجوز في الوطن ومنعوا بحجولة القيام لك هذا أنت مستمر إن لم تكن من خارش لك هل سيحدث في الوطن ؟ جلء اجمعون يبقى الوطن م لا يبدو ما هو أعمال يجب أن يكون أعمال لن يعجب عرف الوطن هم يؤفوا لي هم يقول لك هم يقول لك هم يقول لك فلا تبعي عن طريق جزءًي ثم يقولون كذلك أنه لمعجدونك أنت في عندما تباهي بلاب سنوان ومذكرة رغبى ماذا تباهي؟ اذا كان ثبار ماذا؟ انت في هنا؟ اذا كان ثبار ماذا؟ نعم لماذا؟ لماذا بيكام ماذا ماذا؟ من ذلك؟ لماذا نزيد؟ عندما نزيدنا اذا كان ثبار ماذا؟ نجد أن نسانت وضع ترجمة 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 نانسي قنقر 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 اشتركوا في مقركل من Bridgeport الان النتال ان ن مسيف يسيء له هذا للفعل لا ، يا الاشريان! ف قسنا دعا! الرجل اب لي انت جعل كما انتهى الذيòngنات تيدينه cabeçaناً هذه ساعة عادي وطريباً هل أعتuben مجلسة؟ لعادي ويوفر هنا تستططفون لعادي ويوفر منهم ويوفر منهم لتستطيع أعتن LiberalHA ما زمنون؟ لا configuroугاء تكرير وثقبات هيا بيتم هذه日 عندما يعجبك المترجم الثوتيات الثلاثة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوف يحطون الاصحي يت inspections لا شبك لا شبك أدراكم أدراكم منا yhte حما تقول geworden كوبنا كلبي ليس بالأسفار ليس بالأسفار هذا بالأسفار لا أقول أيضا ليس وصل اغرق ليس وصل اغرق الذين يتعلمون , أبيكم الله . هؤلاء ، هؤلاء ، هؤلاء ، هؤلاء ، هؤلاء ، حقود . أبدا سواسة ، أبدا ، هؤلاء ، نتعلمون لأن مقرنا هنا يمكنكم بحالة وأن الش Ärطيف المزيد بعض الرئيسية وتعالي كلي partaya الأصيب فيها تدرجى القيامة تلك مجموعة علينا حصل على الأسل المتطبيع ت spareم يا ربي ترى العلول صحيح انه مهاتنا المترجم للقناة 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 اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي نانسي قنقر 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 نانسي قنقر